اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد لويجي ديمايو وزير خارجية الجمهورية الإيطالية وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها سعادة وزير الخارجية إلى الجمهورية الإيطالية للمشاركة في الاجتماع الوزري للتحالف الدولي ضد داعش وخلال الاجتماع شاد سعادة وزير الخارجية باستضافة الجمهورية الإيطالية للاجتماع الوزري للتحالف الدولي ضد داعش لتنسيق جهود دول التحالف في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمعها بالجمهورية الإيطالية وما تتسم به من تقدم وتطور بفضل التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين مؤكدا أهمية استمرار جهود الارتقاء بمجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أشاد معالي السيد لوي جي ديمايو بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية وما تحققه من تطور ونمو في مختلف المجالات مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الصديقين وأجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا